صادق مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية اليوم الأربعاء على مراجعة نظام التعريفة الخاص بالنقل عبر خطوط أطرامواي وستتم الزيادة في سعر التذكرة العادية لأطرامواي من ثمانية إلى تسع دراهم وزيادة سعر التذكرة لرحلتين من أربعة عشر إلى ستة عشر درهماً ثم الرفع من سعر البطائق المختلفة بمقدار نصف درهم إلى درهمين ورفضت أحزاب المعارضة التصويت على هذه النقطة إلى جانب ذلك ستتم إعادة النظر في نظام استغلال هذه الخطوط بشكل يجعله يتماشى مع واقع التصرفات غير اللائقة من طرف عدد من الركاب وتعتزم الشركة رفع أسعار الغرامات على المخالفين بسبب عدد من السلوكيات اعتاد عليها بعض الركاب مثل البسق في العربات أو وضع القدمين على المقعد غير أنهم لا يعلمون أن هذه السلوكيات تعد مخالفة تنوي الشركة رفعها لتنتقل من خمسون إلى ثلاثمائة درهماً في حال الأداء الفوري وقد ينجز محضر الأداء بعد أربعة وعشرين ساعة إذ ستصل المخالفة في هذه الحالة إلى خمسمائة درهم ناهيك عن غرامة مالية إضافية قيمتها خمسون درهماً عن كل يوم إضافي قبل أداء الغرامة داخل الوكالة أو عبر أي نقطة اتصال اعتباراً من سبعة أيام الإجراء نفسه يخص مخالفات سلوكية أخرى مثل سوء استعمال الآلات الصوتية أو الاستخدام التعسفي لجهاز الإنذار ناهيك عن عرقلة عملية إغلاق الأبواب وفي إطار محاربة السلوكيات غير اللائقة والاحتيال في استعمال خدمة الحافلات يقترح تعديل تعريفة الغرامة من خمسة وثلاثون درهماً إلى خمسون درهماً وهذه العائدات سيتم تحويلها إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات ترجمة نانسي قنقر